أهلا وسهلا فيكم بسيجاريتيكات برو اليوم تسجيلنا رح يكون ضمن حلقات سؤال جواب وحقيقة اليوم التسجيل كله رح يكون عن سؤال واحد في حدا سألني اليوم على اليوتيوب كيف منبلش نمرن تمنى وكيف منبلش نحن نتمرن حتى نحس بطعمة السيجار خاصة اذا نحن جديد بالسيجار سؤالي كتير حلو هلأ رح شاري باختصر قدمة فيه لما هؤلاء الحلقات لازم يكون نقصار ولكن رح اكتب عن هالموضوع وحطه على الويب سايت وعال بلوغ طبعنا ورح اشرح عنه مطولا نحن ببداية السيجار ما تفتكروا انه رح نبلش نمييز انك هاد باول شهر اثنين ثلاثة او حتى باول سنة سنتين ما تاخد معنا وقت طويل اول فترة منصير عم نمييز انه نحن هاد السيجار هاد الصنف عم نمبسط فيه اكتر من غيره بعدنا مش عارفين مظبوط شهن ه عن ب بخلع شو هات الطعم اللي انه نحبه اكتر من غيره ولكن اذا منمشي بالمراحل اللي هنه رح اولها منبلش شوي شوي نتمرن ونقيد حادنا شو عم بصير سيجار اتيكات برو عنا نحن سجلات صغار دفاتر صغار للسيجار نوتز هنا يكون هناك محل تشيله الرنج سيجار وتضعه على السجل وتقايده الصنع وين القياس والرنجيج هؤلاء كلهم يساعدوننا بعدين يكون عندنا الدليل للسيجار وحتى لبعدين اذا حبيته تشتر صنف معين تتطلعوا على السجل وتشاهدوا اذا مالعين ونقبل وتتذكروا اذا كان هذا عنده علمات اذا انتم مبسطتوا بالسجار يا مرأ واكيد لا تحكموا على سجار من مرة واحدة كل العلبة سجار مثلا 25 سجار يكون فيها اثنين ثلاثة طعمتهم مختلفة ما نقول المضربين لا تحكموا على سجار من مرة واحدة فاذا بعد نبدأ نولع سجار نعرف الطعام تأكدوا مش اكلين او شربانين شيء قبل حتى لا تتأثر اللسان وتمنا يتأثروا منها النكهة كمال هيك مهم انه نكون عم نشرب بص ماي وكمان في حد اذكر انه بيشرب كباية صغيرة عصير تفاح لانه هاشي بينظيف اللسان البلايت كلها من جوه بتنضف من نكهات الوردي موجودة لكن اول شغلة نعملها هي من نص السجار وبدنا نجرب نحس بالنكة السجار قبل ان نولع سجار نجرب نأخذ حتى منه كأنه نحنا نولع ونشرب منه ولكن نحنا ما ندخل بعد ما ولعناه بتصير تحسوا بطعم معينة ريحة معينة وحتى اذا كان خاصة سجار الكوبة في كمان دومانيا كان كمان هيك بتصيروا تحسوا فيه باكرز معينة فيه متل بحرية معينة تشوق السجار لكن ابل ما نبلش بشي ننقص سجار خلينا نجرب ندوء ابد ما نولع السجار تاني شغلة هي انه نشرب السجار على مهل مرنا مستعجلين وعطول عرفوا كل سجار اذا انا عنده وقت صغير بدي ولع فيه سجار فرصة تشغل على الظهر نص ساعة او ساعة بدي سجار صغير بدي سجار صغير تحطي عرفوا هذا الشي بيضينني هالوقت مش اكتر فاذا بس نبلش نولع السجار ما بدنا نستعجل عليه بدنا اول شي من بتخلوه يحمى كتير وعم بيحترق كتير من جوه يعني هالشي كله بيأسر قديش على النكهة تبعيده بدنا ندخن منه شوي شوي ونحن عم ندخن هالدفتر حدنا عم ناخد ملاحظات شو عم نحس اللسان كتير مهم تحتى الميز شو عم نحس نحن اول فترة مش عم نعلم شو عم نحس تحتى نصير اقدام بسيجار عم عوالين على نكهاته من ورا النكهة من ورا تكون هذه خاصة لشي يعني مثلا اذا دق حسيت شي من ورا تكون شوي مرارة حسنا بيطعم مر اذا من قدام تكون سويت شوي حلوة عطراف من يمين وشمال تكون ساوري تاست شوي حمضة وبالنص اكيد سويت مثل بعض السيجار يجب ان يكون هنا اه انا عم ايضهم عجنب لانه بدي يحطهم على التسجيل مثل ما يلت على الوابسايت وعلى البلوغ تحتى اقدر اوسع اكتر واللي رسمته هلا رح ارجى عملها عملها مثل صورة وحطها التعشمت لكن نحن عم نشرب السيجار على مهل عم نقيد حدنا شو عم نحس اكتر في نكهات كتير عديدة للسيجار اللي بيشرب سيجار بصير يقول انه عم بحس بهايك هيدا بيصر له زمان بالسيجار نحن شوي شوي بدا تطلع معنا متل بيرجع بكرر انه متتخيلوا بشهر وثنين رح نبليش المييز نكهات السيجار في اللي على فويكه في ناتس جوز في شوكولت كافي هربس اعشاب في نباتات اكتر شيء اللي بمييزهم هي الشوكولت والقهوة لكن انتو عم تدخنوا ايدوا عشانا بشو عم تحسوا لانه مرتاني رح تشرب حتى لو كان زيت السم السيجار ونحن بعضنا جداد رح تبلشوا تحسوا انه ويمكن فرقات او رح تجدوا تتعوض اه هاي النكهة بلاقيها بس بها السيجار ثاني تشارلي بدنا نحس بطعمة السيجار حتى بدنا نحس بمناخير ناكيف مثل اللي بيشرب نبيد وخبير بالنبيد بيصير بس يشرب نقضة نبيد يقطعه بتموته يحس باكتر بشو عم بكتشف الطعم اللي عم بيخده نحن ذات الشيبة نعمل بسيجار بس تاخدوا نفخة سيجار ترجعوا تغري تنفخوها لبرا اعطوها بتنكم وشوفوا لسانكم شو عم بيعطيكم نتيجة من ورا من قدام عرص لسان عطراف عوضة كلهم مهمين وهي منصير نتمرن اكيد برجع بذكر هاي تلت مره عبوله ما تتخيلوا هالشي يخلص معكم باول فترة سنة سنتان يمكن اقدر شوية شوية منصير نتمرن لكن منصير اللسان التم ونبدأ نشم نكية السيجار نحس اكدر شوية هالنكر بالمطلق بالمطلق يعني مفضل انه نحن نبدأ جديد بالسيجار ما تشربوا الا ماي تصيروا اكدر مرتاحين لانه في مرات يمكن تاخدوا سيجار يكون شوية تقيل منه خفيف يمكن يضيقون اضبط شيء تكونوا عم تشربوا ماي كمان تحتى ما نخلي انكها برا نية تأثر بالسيجار ونبطل نعرف اذا هالنكر منشي اكلينه او شربانينه قبل او با من نكية السيجار جربت اختصر قدمة فيه ولكن سوف اضبط على الوابسايت و سوف اضبط على البلوك سوف تكون مقال طويل سوف اضبط صور حتى نتمرن اكدر نكتشف هالطعمة السيجار بالنهاية هي خبرة شخصية وكل مرة ترجع تنعاد هي زيتة وكل مرة ترجع تنبسط فيها مثل كأنه اول مرة ما بعمرة كانت مثل كأنه سيجارة الواحد يمكن معصب يولع سيجارة لا السيجار بس نكون قاعدين مرتاحين و ندخن سيجارة كلمة لهيك مهمة كثير نحن نحن نرتاح نكون عم نبسط بالنكر عم نحسن وبها الطريقة خاصة عم سماعكم نستجيل لحدكم بتصير وانتو تحطوا علامة للسيجار للنكات اللي عم تحصوها بصير عندكم دليل انتو ايا سيجار عم ترتاحوا فيهم اكدر و ايا سيجار ما عم تنبسطوا فيهم شكرا عن جديد للي عطاني السؤال و قلتله نح و راح تسجيل اليوم ارجوك اشتركوا الاسئلة لانه اسئلتكم لني كلهم راح يكونوا اجل راح نجاوب عليهم و اذا فيه جيه فيديو راح نعملها فيديو شكرا شكرا